الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا نشكر الله تعالى على نعمه التي لا تحصى ثانيا نشكر لأهل هذه البلدة عموما ولأهل هذه الدار خصوصا على إتاحتهم لنا هذه الفرصة لنذكر إخواننا بما تيسر من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ثالثا عنوان هذه المحاضرة سبيل الإصلاح والمقصود الإصلاح الذي ينال به العبد رحمة الله تعالى أو يصير فيه مرحوما من عند ربه سبحانه وتعالى والذي يدخل به جنة الله وينجو من عذاب الله والسبيل هو الطريق سبيل الإصلاح أي السبيل الذي يصل به العبد إلى الإصلاح الذي يصل به إلى مرضاة الله وإلى جنته سبحانه وتعالى والإصلاح جماع ضد الإفساد ولذلك قال الله تعالى في سورة البقرة والله يعلم المفسد من المصلح والإصلاح دا سبيل جميع الأنبياء والرسل جاءوا من أجل الإصلاح ومن أجل دعوة الناس إلى العقيدة الصحيحة وإلى عبادة الله وحده لا شريك له لأن وجمع الفرد لمن انصلح بانصلح المجتمع وبهذا تصلح الدنيا والعبد إذا صار صالحا بهذا تنصلح أخراه ولذلك كان داب الأنبياء والرسل إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله وأعظم الإصلاح جماعة هو إصلاح المعتقد العقيدة تكون صحيحة عشان كذا الله جل وعلا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وألا حذر من الفساد فقال الله تعالى والله لا يحب الفساد وقال جل وعلا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد والرسل دل جماعة أعظم المصلحين من الخلق من الناس وبدو دعوة بالموضوع ده موضوع العقيدة لا نزول لو دار ابني بيت ولو دار ابني حيطة جدار جدار أول شيء قبل ابني قبل يسوي السكين والحيطة بعمل أول شيء لا أساس وأساس الدين العقيدة الصحيحة قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وألا سبحانه وتعالى قال واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون والله سبحانه وتعالى قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون والإصلاح ده جماعة في الدنيا فيه والراحة والفساد فيه والشر وفيه والزعزع وفيه والضيق وفيه والهموم هسي لو زول عنده أولاد بتاعين سكر وبتاعين مشاكل وما بصله وكل يومين ثلاثة جايبين له كبوة وعنده بنات متبرجات ومنحرفات حرفات واحد فنانة واحد ما بعرف والداعية واحد شنو ده جماعة لما نيجي ينوم بالليل وأولاده بعيدين منه ده بكون مرتاح بخلاف الزول الأولاده هذين شايفون بيمشوا يشتغلوا في السوق وجه وناس محترمين والمجتمع يثني عليهم خير وناس بتاعين واجب ويواصلوا الناس وناس صلاة في المساجد والبنات متحشمات ومهدبات وزرية طيبة تبكون مرتاح الصلاة معاوى الراحة والفساد معاوى التعب جماعة والهموم عشان كده الله سبحانه وتعالى في القرآن قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله زول اتقي الله في نفسه واتقي الله في أولاده واتقي الله في المجتمع الله سبحانه وتعالى قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هل خلوا المجتمع لا وتواصوا بالحق الواحد بيوصي إخوانه بالحق وتواصوا بالصبر والله جل وعلا قال في القرآن أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍّ مِنْهَ ذول الله أحياه أحيا قلبه وبقى عنده النور ما شبهه العلم والاستقامة والتوبة والخير يبلغ الناس الله سبحانه وتعالى قالوا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال الله سبحانه وتعالى ضربنا أمثل لي ناس كانوا مصلحين في الأرض قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين دمازو الصلاح ودزو الخير اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون وأعظم فساد جف الأرض في التاريخ كان في قوم نوح وبعد ذلك اداولوا كثير من الناس ليه يوم الليلة والرسل كله انجوا عشان يعالجوه فساد المعتقد جاء في صيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان بين نوح كان بين آدم ونوح عليهما السلام عشرة قرون القرن فيه مية سنة عشرة قرون يعني ألف سنة بين آدم ونوح عليهما السلام ونوح عليه السلام قوم ديل كان فيه خمسة قال رجال صالحين الخمسة الرجال صالحين قال ابن عباس رضي الله عنهما قال ماتوا في أوكات متقاربة مات دا وبعد ذا وبعد ذا وبعد ذا وبعد ذا ماتوا الخمسة والناس جماعة بيتأثروا لو زول أخلاقه كويسة وزول عبادة وزول استقامة وزول صلاح مات الناس بيتأثروا له ماذا زول المفسد والزول بتاع مشاكل وكذلك دا بيفرحوا بيموتوا فالناس يتأثروا شيطان جاستغل الموضوع دا وجال قوم نوح عليه السلام وقال له انصيبوا لهم انصابا انصيبوا لهم انصابا يعني صوروا لهم صورا تمام ما في كاميرات سولهم صور بتاعة نحت تماثيل كاي لاحظ التماثيل والاصنام تلقاه في صورة بشر لانه وراه عقيدة ما ممكن زول عنده عقل مسكة عقل مسكة بتاعة عقل يسول له طين مو وطين وتراب ويعمل له طين ويعمل له تمثال قدامه وهو الصانع والتمثال المصنوع الصنم ده مصنوع وده الصنع والصانع اكبر من المصنوع لو لاحظت الانسان اكبر من الصنم معقوله بيعبده بس عشان الحجر ده هو صنعه في صانع عبد المصنوع وهو بتحرك والصنم ما بتحرك فيبقى شنو ابقى وراه عقيدة شاكذب سووه في صورة بشر طوال سووه خمسة صور الصنام في صورة بشر ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر والحد هنا قال لهم بس الشيطان ما عنده خطوات قال لهم الاصنام دي انت بس خطوة بتذكركم زي لما تجو ماشين تشوفوا صورة ود الصنم بتاعه تذكروا انه ود ده كان زمان ببر والدي تمشو تبر والدي شوف ده غليهم بياتوا مدخل تشوفوا صورة سواع ده كان بصلي تمشو تصلوا يغوث كان بصدق تمشو تصدق كذي يعني تذكركم يعني وعاشوا علي كذي ما عبدوا كان تذكرون ده في البداية يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطواتي الشيطان بعد فترة قال ابن عباس رضي الله عنهما فلما مات هؤلاء الجيل ده مات العارفين القصة بتاعت الأصنام دي وما سجدوا ليه وما ركعوا ليه وما نمدوا في الشدائد فلما مات هؤلاء وتنسخ العلم العلم انتهى وجاء جيل آخر جاء أولاد جاء الشيطان فأوحى إليهم أن آباءكم كانوا يعبدون هذه الأصنام قالوا أنتو قال قالين ذي ساي ذي كانوا يعبدوا أبها تقول بيتقربوا بالي الله سبحانه وتعالى فعبدت من دون الله شكرا الله سبحانه وتعالى قال ورسل لهم بعد ذاك جنوح عليه السلام الله رسلوا وجاء عشان يدعوا الناس يخلوا الأصنام دي وتوجهوا ليه الله سبحانه وتعالى قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى قال ربي قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالة مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا إلى آخر الآيات قال دي أسمى خمسة رجال صالحين ياهو دي أشكذي الغلوف البشر يا جماعة والتعلق بالبشر دلوا ما دعالج والعقيدة دعالجت تاني ما بدعالج شي لأنه دا الأساس السلع عربية دي لو فكيت المرايات بتمشي ولو فكيت القزاز بتمشي ولو فكيت الصدام القدام واللمباد بتمشي لكن لو فكيت المكنة وزينت وملئت مرايات ويشي بتمشي ما بتمشي المكنة هو العقيدة دا الأساس ودي القاعدة أشكذي الغلوف لما نيجي يسلم أسي لو سألت الناس تلونه أما شي في الدين شي نقول لك الصلاة هو في حاجة قبل الصلاة مني الإسلام على خمسة قبل الصلاة في حاجة في الشهادة أشكذي الغلوف لما نيجي يسلم ما هو الشي بيجي بيسلم طوال الله أكبر بيصلي هو الشي بيشهد العقيدة التوحيد عقيدة في الله زول بيكبر الله وأكبر في الصلاة ولابس لي حجاب عقيدة في حجابه دا إن قلت له شي لعقرب ساي ما بشيله لبس حجابه قلت له شي لعقرب بيشيله طوالي هذا عقيدة في شروب الله سبحانه وتعالى قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه حسبه يعني كافيه ما محتاج لحجابها جما ولا زي ما بيعملوا بعض النساوين عندهم جهل تلقى يلبسوا الطفل كمون يلبسوا كمون من العين الله سبحانه وتعالى قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا الله جل وعلا قال وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا ما رد له ما في كمون بدفع السوء وما لهم من دونه من وال الله جل وعلا قال في القرآن وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو كلامه ما أوضح من الوضوح هذا صح التعبير زولي قطع الحجبات وقطع الكمون وقطع التعلق بالبشر الزول الصالح ده نحن ما شتمناه والله ولا أسئنا له ولم نسي له ذاته بس بنقول صلاحه ده لي نفسه دي فيها زعل من عمل صالحا فلي نفسه ومن أساء فعليها وميقول لك التوب تجيبوا أسماون النازل بتجيبوا أسماون أليسهم ده لو جيبتوا ما فيه نبز أنا ماذا رأيجب لك أسما لكن انت وخودك ده أليسهم لو جيبتوا ما فيه نبز هذا السيدة أنا قلت سوفيان ده سوفيان ده هذا والده قاعد وحمام الله يحفظه لو قلت والده ده الآن هنا في دوبة وأنا قاعد في مدني ولا في سنر ما شيد قلت لما جماعة وي في الشدائد نادو الله ما تقول يا أبو سوفيان الحقنا سوفيان ده بديني عكاز لكن لو جيد قلت أبو سوفيان ده جماعة ور محروف عنه لي عينه ما فو والزول لا عرج ما بمشي عنده كرنك والزول ده طبعا زول بتاع مشاكل والزول لما زول لما كي القرش ده نبز ولا ما نبز ده نبز لكن نادو الله ما تنادو أبو سوفيان وينه نبز هنا ده بس نبز بياته لغة بس يعني ما سودانيين ده نبز بياته لغة وحتى لو مات الله يطول عمره في الطاعة حتى لو مات في النهاية ده ما يساء له ليه ما يساء أنا أديكم مثال واحد بس لأنه الزمن أو وكر الصديق رضي الله عنه أو وكر الصديق رضي الله عنه لما النبي عليه الصلاة والسلام فارق الدنيا ووكر الصديق جاء كان بر المدينة جاء ولقى الناس بر والرسول عليه الصلاة والسلام ممدد ممدد في السرير في حجر دعائشة رضي الله عنها جوه ولقى الناس بر عليه قسمين قسم قالوا الرسول صلى الله عنه مات لكن ساكتين لكن جوه عارفينه انه مات قالوا كذفي نفسهم وقسم قالوا منه نعمر بن خطاب رضي الله عنه قالوا لما مات حتى قال عمر رضي الله عنه من قال ان محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم ضربت عنقه بسيفي هذا سال لسيفه أو وكر الصديق جاء رضي الله عنه ودخل الحجرة وكشف وجه الرسول عليه الصلاة والسلام ووجده قد فارق الدنيا فعلا لقاه فارق الدنيا مات فقبله بين عينيه صلى الله عليه وسلم وقال وقال أما الموت التي كتب الله لك فقد ذقتها ولا تذوق مثلها بعدها خلاص بعد وجمارك قال له نيها الناس اجتمع عليه قال لي عمر بن خطاب يا هذا ضعي السيف أبا يخذت السيف فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا شنو قد مات دي قال أمنو أو وكر الصديق ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال الله تعالى شو الصحابة دي الآية واحدة بترجعون شو عمر بن خطاب رجع بشنو آية واحدة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلي يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين قال فسقط السيف من يدي عمر قال كأنها أنزلت الآن الآن إذا نحن أفضل لكن ما يعني أنزيت الصحابة دي الكل وكل لهم اجتمع عليه كلاما بيكر الصديق وكل لهم ما في واحد زعل ما في واحد قال ليه ده الرسول ومات تجيب اسمه كيف تقول لهم من كان يعبد محمدا في زول بعبد محمدا إتها زول كلامك ده كيف لأنه ناس فاهمين عارفين قصده شنو ودار يوصل لهم شنو من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ما قال له يا زول ما تجيب اسمه ولا قال له مات ما تقول مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت هسي الناس شتعرف إنه الموضوع ده موضوع عقيدة يا جما موضوع عقيدة هانا هسي لو قلت للناس هو يا ناس العقيد وبيعبد النبي عليه الصلاة والسلام الرسول ما تفارق الدنيا زي أبو بكر الصديق قال والبيعبد الله الله حي ما بموت والله الناس كلها تسكت لكن مما تجيب له سيمشيخ يعني في المنطقة دي لو في الشدايد بنادوا الشاعر ده أبو بابكر ده أبو التيمان لو بنادوا لو قلت لهم وهو فارق الدنيا الله يتوير عمره في الطاعة لو قلت لهم ها ناس هو البنادي الشاعر شاعر ده مات والبنادي الله الله حي مبموت عكاكيز بتدور طوالي لو بفهموها نبز لأنه بيقد عقيدة زول ما بيتحمل ولا كلمة فيها فده جماعة مسائل نحن ومعه على أجناف البلد دي ورين الناس قلنا لهم يا ناس الأموات دي متنادون زول مات وخطو فيه عن قريب زي الطرابيزة دي ودعبوا له ثلاثة جرادل موية وموية تاني فيها كافور وموية فيها سدر وغسلوه زول ها جماعة لو بمروتوا وفي حياته برضى يجردوه من ثيابه برضى والله ولده ما يرضى والله ما يرضى ولده يخش عليه لكنه أنه بيقى ضعيف وخلاص مش ضعيف فارق الدنيا يغسلوه ويقلبوه ويكفنوه ثلاثة أثواب يخدتوا له كفنوه طق طق وربطوه بيجاي وفي النص وهناك جنب الرأس ويخدتوه في بيرش وعن قريب ده بيتحرك ما يتحرك ويشيلوه أربع رجال ويرفعوه في الدفار وعربات وبكاسي وتيت وافتحوا للشارع ويودوا المغابر ويحفروا الجماعة مربع الأول مطمورة وتحت ودى اللحد واللحد ودخلوا جوه أولاده دخلوا جوه ويجيبوا اللبن الطين الطوب تعطين ويجيبوا التراب بعض الدوطين تاني بالجنبات في الشقوق ويجيبوا التراب يردموا تراب لما يبقى سنام عديل مسنم ويمشوا البيت ويدعوا له بالرحمة وكذا اللهم إن كان محسنا في البلد فزيد فيه حساني وإن كان محسنا كذي ما قاعد يقوله كذي في البلد ما قاعد يقوله كذي ويمشوا يزوجوا زوجته بعد تتم العدة في الزوجها أصل ذا لو حي المرض يزوجها كيف كذي أشرحها ليدي بس براح دا بس دي الزوجوها كيف ويقسموا الوريسة الوريسة يقسموه البقرات والكدي والراضي كلها بجاسفوه جما الدفنوا ديل الدفار دار ينقلب إن أدوه الحقنا يتوا دفنتوا حي سوتوا جريمة ولا جنوتوا بس دا دفنتوا كيف أنا دائر عارف يعني قدتوا جوا وبعدين في السودان دا إنتا لو موتها توردتها فأصلا لو موتها في أي محل نزال الله الرحمة وقد تموت في البلد دي وما تتورد الله يرحمك لكن يعني في البلد دي نازل بيخلصوا في الدفن نحسبون ديل والله واشي بحفروا لك شفت ناس ناس صلي ديل أنا شفتهم بيعني ما شفتهم إنتا بحفروا لك المطمورة ويغرقوا لك ودل لحد ويواسوا بإجاي وكذا وبتدوك واحدين بعد يطينوك فوق بيكونوا قاعدين قولك في نفس هنا ديو كان حي تبكتموا نفسك جوا ما بخلوا لك أي شي والله تقول زعلانين منك شفتها ودفنوك يجيهو لك وقول لك في باقي ترابة هنا دي نسيتوا الدو فوق ويرشو لك القبر بفوق يعني عشان ما يتفرق التراب يروشو لك ويمشو بعدين كمان عندهم كمان فيو عقيدة بيسو له غرفة عديل بيسموها قبة عديل ابن له غرفة وحرام في الشريعة ابن لمدماءك واحد الدليل في صيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ذا حلال ولا حرام ذا حرام نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر حرام تبني عليه ويجصص الجصة الزي لا اسم أنت ذا الموية مبتخش ذا حرام ويقعد عليه ذا برضو حرام لا تقعد فوق القبر لسوي جص ولا تبني عليه هم من الغرفة عديل وعالية ويسوله باب وترباس ذا الميت ساوي اللي باب وترباس ومطبول تلقى القبة مطبولة القبة بابه مكفول والمرأة فيها آخر الدنيا بتاعتر بتقول يا شيخ القبة الحقني والباب مكفول يعني ذا اللي يقدله وحاجزات اللي يفتحوا للباب أول شيء حتى نيجي مارك في أغادي ودي جماح عاجات مصائب نحن بنعيش في البلد دي الله سبحانه وتعالى قال وتوكل على يمنه على الحي الأحياء مكتر الداك صيف ومبتل قائل اللي عنده قال وتوكل على الحي الذي لا يموت دمنه المبموت الله سبحانه وتعالى معناها الميت دمات يتوكل عليه البيموت دمات يتوكل عليه وأي زول فينا بموت هسي نعنى منها كلنا نشرب نتنفس وعايشين بيوم بيموت والله يجي يوم نموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والمي يدى يماعة خلاس بيقى منتهى الضعف يا هسي زول النايم إلا يصحوه هسي لو زول نايم هذا نايم في السرير وشفعه هديل ومرت هدي نايمة جا حرامي بيقى فيه الحيطة المرى دي صحت به الراجل ده بتاع على البيت ده بيقوم طوالي منهم وبيجر من الحال ما بيجر والحرام والله وشي بصحوه بالراحة أبو فلان أبو شفع أنا المعلم داك في الحيطة بتقول لك هدي أنا المعلم داك هذاك في الحيطة بيقول له هدي بيخطط لا أول شي قبل ما يقوم لأنه بيقوم بين امر خمسة بيجر بالحق عرفتها كلامي لكن لو هو نايم بيعرف الحرامي ده كيف ممكن الحرامي يجي جنبه وبالراحة من المخدة يسرق الموبايل والعماري الممتاز ذاته في سرقه الصعود بيكون حرامي ذاته ممكن يسرق حاجات تاني صح ولا ما صح أول شي بصحوه المعلم بقول له المعلم داك جنب الحيطة إصحح التيني الحق يجر طيب إذا هو نايم ما بيجر اللي يصحوه يكون ميت كيف الحق كذبا الراحة تعبانك ترجل نايم ولا الميت ولذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن قال وما أنت بمسمع من في القبور الله سبحانه وتعالى قال إنك لا تسمع الموتى هذه الكذي خطال وقال أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون ولذلك جماعة النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يموت بخمسة ليالي قال لعنة الله على اليهود والنصارى ليه اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لأنه جماعة الزل من ابنه فوق ليه بعدها الناس ينادوا في الشدايط بيجهلون ويقعوا في الشرك ويجي يطوفوا بيقبروا والله سبحانه وتعالى قال وليتطوفوا بالبيت العتيق طواف هناك في الكعبة هناك في العتيق ما في السودان ما في طواف ولا في مصر في طواف ولا في كويت في طواف ولا في أمريكا في طواف ولا في إسرائيل في طواف ولا الطواف ده في الأرض في محل واحد بس بلاد الحرامين زاتا الطواف فيه في مدينة واحد بس زاتا في السعودية الطواف في مدينة واحد بس مكة بس وليتطوفوا بالبيت العتيق واحد اتنين المحالة اللي فيه طواف في البيت ذاته إن الصفى والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وده اسمه السعي واسمه الطواف فالزولة جماعة هم شيء العقيدة تكون في الله تمام الزول يقلع على الحجبات اجدعها يقلع على أي شيء عقيدة دي في الله بس الله جل وعلا قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه الله خير أما يشركون أخير إن دعلك بها الله براو ولا بغيره قال أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها إله مع الله بل هم قوم يعدلون دول الليلة بل هم قوم يعدلون ولك الله بيعلم الغيب وفكفلان بيعلم الغيب شكذي الرايحة بجيبها والغنماء ما لقيتها تمشي لفلان حويتها لك وده بشوف حاجات الناس ما بشوفوها ما بحواطة في الشريعة قال الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد وما أفزول بشوف حاجات الناس ما بشوفوها جما ما ما بلغ من الصلاة يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام في صيح البخاري زوجة عائشة رضي الله عنها العقد وقع منا العقد وقع في حجة الوداع غير حادثة الإفق والناقة بركت فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وعائشة وعشر ألف صحابي بيفتشوا للعقد من بالليل ما لقوا لي الصبح ما لقوا ها في زول بشوف حاجات ما كان ديل شافوا ها لي الصبح ما لقوا انت قال التيمم دا جيلة شنو ما هذه المناسبة بتاعته لما انجاز صلاة الصبح قالوا ها ما فمويا نعمل شنو لا نجد ماء فأنزل الله تعالى الآية وفيها فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا أو لامست من نساء ولم تجد ماء دي الآية كذي ولم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا هذه دي الآية كذي طوال تيمموا بعد التيمم الآن انتهت تيمم كذا بعد ذاك الصباح جاء صلوا الصبح والصباح جاء الناقة قامت اللي قول عيجت القبيل هم بيفتشوا له لو فيزول جماعة بجيب الرايحة ما كانوا لبيع الرسول صلى الله عليه وسلم الصفة دي ما كانوا لبيع الصحابة لو فيزول بنوم بالخيرة ما كان ديل لقوا ما في خيرة نوم بخيرة ولو فيزول بيفتح الكتاب ما كان فتحه النبي عليه الصلاة والسلام لو في كتاب شرعي بيفتحه بيجيبه بالرايحة الله نزل عليه قرآن قال له قل وري الناس زل أقول له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيبة لستكثرت من الخير وما مسني السوء فذاي مع كل أشياء نحن أول شي نبدأ بها أول شي نعالج العقيدة والتوحيد إركز في نفوس الناس تعلقوا بها الله في الشدائد يلجأوا لي الله في الرخى يلجأوا لي الله أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين والناس تبعي من البدع ده من الإصلاح يا جمال اتبعوا السنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام ألجأ للناس بالخير وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين قرآن ده في رقيا صح وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة لكن رقيا بعيد من البدع قرآن ده تقراو تقرا قراية للمريض والشيطان بيكورك بيسرخ بيمرك بعد داك ولا يتحرق مات الزول بيتفك تقرى الفلق الناس النبي عليه الصلاة والسلام حديث حسن الألباني قال ما تعوذ المتعوذون بمثلهما تقرأ أي تلكرس تقرأ الفاتحة زي ما في صيح البخاري رقيا تقرأ سورة البقرة الرسول عليه الصلاة والسلام في صيح مسلم قال فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه يفر عديل دي الرقيا الشرعية لكن ما تمشي القرآن تكتب فيه لوح وتحط فيه سكن وفيه موية تقول دي محاية عليك الله أقرأ من الفاتحة للناس كان تلقى محاية في القرآن ما في محاية أي ما دي بداح سودانية سواسا ولا تكتب القرآن تخط فيه من قد تقول دي بخرة ما أقول يا أخ تزوى الراجل يخط فيه من قد ويبخرو رجولة زي مبتج خليه من ناحية شرعية فده كله جماعة مخالف للشريع والقرآن الله نزله من السماء يحرقوا في الواطاح كذب الراحة كان يحرقوا كيف يتبخرو بيو وسو بيو إلى آخرة كلها جماعة بداح جابوها الناس والله دي بداح جماعة ولا بتلقوا في آية ولا حديث وعلق الله فتش من السي ليه ما القيامة كان تلقاه والله ما تلقاه كلها جابوها الناس وشوف اللي بديك المحاية ده ذاته لما نمرض ما بيشربه مش هداك ليه ويملاك بيزغات تف تف يملاك بيزغات والله يجد لما نهو يمرض عليك الله شوفه يعمل شنو يمشي يمروك في أسبانيا واحد ما شفى في أسبانيا خليك من اسمه واحد مات في ساهرون خليك من اسمه شوك كبار اتا لو محايتك دي بتشفي ما كان تجربه بيوديك أسبانيا شنو تقطع لك ياخدك كم بحر ذاته ودي كم طيار طيار ذاته كن قرب التوحل ذاته تسافر قادوا والله يغشون ساي والله واحد سمعته قبل أربع طاير سنة والله يا جماعة قبل أربع طاير سنة سمعته بتكلم في الجزيرة قال واحد قال وبين عشر واربع طاير قال واحد عنده صاحبه صاحبه عنده عقيدة في شيخ كل مرة بقول لها زول البينفع الله والبينفع الله وشيخك ديلي نفسه وخليك عقيدتك في الله وانسى شيخك دي يا زول خليك موحد نادي الله براو ما تنادي شيخك دي شيخك دي كل مرة ياهو بتناقشوا كده يوم قال لي يا زول انت مج بتناقشني راح الليلة للشيخ ركبوا معافي العربية مشوا للشيخ مشوا الغرية التانية فيها الشيخ والشيخ كبر في السن وضنت ملت شعر بيقوا قاعدين جنب الشيخ كده ده العقيدة في الشيخ جنب الشيخ وداك صاحبه بعين جايب عشان يغنوا قولها الشيخ وجع الراس وجع الراس انا ومي ذات عندها وجع الراس الشيخ ما سامع زي الناس يقول لي الكديسة ما له بقولها الشيخ وجع الراس الراس وجعه الكديسة قلت لي شنو قال لها زول وهذا جنبك وجع الراس قلبه لك كديسة انت في غريتك تنادي بس تسمع لك كيف وهذا جنبك كده ما سامعك بس ده يسمعك كيف من بعيد عشان كده يا جماعة زمان موضوع ده الله حسمه لك قال وما يستوي البحراني هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخرا لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون دي نعم الله دي من نعم الله علينا قال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك أها والذين تدعون من دونه بتنادون غير الله وتلجأوا لهم ما يملكون من قطمير القطمير يا جماعة اللفافة البين النواء والتمرة قال غير الله ما بيملك من قطمير ما يملكون من قطمير قطمير اللفافة البين التمر والنواء قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم قال لك لو ناديتم ما بيسمعوك ولو سمعوا ما استجابوا لكم هو قال لك ما بيسمع لكن لو سمع ذاته هو ما بيسمع لكن قال لك ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير فشفت كيف قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير بعد قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله التفقر قال والله هو الغني الحميد يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيزه بعدين جماعة الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له لا أحجاب بالحق ولا شيخ بن فع ولا بالحق ولا فكي ولا ولي ولا صالح ولا غير صالح وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء بعد قال وهم يجادلون في الله بعد كله قال وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال فذا جماعة الوقف العظيم في موضوع الإصلاح إنه تبدأ بإصلاح العقيدة والله العقيدة لما أنت صالح تاني الدنيا والآخرة تاني صالح هو أشي في الدنيا دي الله بجيب الأمن عقيدة دي صلحت قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أمن في الدنيا والآخرة وقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمن يعبدونني لا يشركون بي شيء أمن بلد تكون آمنة اتنين عقيدة دي انصلحت العقيدة إذا انصلحت البلد الخير بينزل فيها هس في البلد دي ما فيها خير راقد لكن الناس ما قادر تستفيد منه النيل يا أخي مو يزات عجيبة مرة واحدة والناس جنبها بتعطش والله أنا شفت موقف حيرني لك مرة واحدة أربع يوم نحن في شرق النيل كنا أربع يوم مو يقاضعة والنيل جنبنا جنب سوبة في سوبة دا النيل شدة ما زايد لما نسوا فيضان كسر الكمائن وخش في الزراعة ووك والتلفزيون وشغالين والناس والحد ودرملي وين وين والفيضانات ووو الموية كثيرة لما بتكسر وجنبها شوية كذي الناس عطشانين هسي دا يقولو شنو كذب الراحة دي يفسرها كيف هسي تب تخش السوق دا مطاعم دي فاتحة والناس جي يعانين واخر اليوم بسوها كرتة المطاعم ذات سوها كرتة فواكه راقدة والناس تشتهي فيها وما قادر تتصلها بوتيكات ما تديك الدرب والناس ما قادر تلبس زي الناس والله يا ما يعني الحاجة لو ماف والزلم فاقدة مع لكنه في وما قادر تصلها معناه دا شنو معناه دا معناه دا ارجع معناه دا ارجع لي الله وقال لك ظهر الفساد في البر والبحري بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون الناس ترجع لي الله سبحانه وتعالى زي الناس دي فاقدة بركة والبركة دي توحد الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون بيقول مساجد ذات يشاكلوك في الله واحد دي في الله واحد دي دي بتجيب عكاس طواله هسه مش أي مسجد واللون دار يتكلم عن الطهارة وإحكام الطهارة والموية أحكام الماء والنجاسات والحدث الأكبر والحدث الأصغر ودار يتكلم عن كذا إلى آخره وأنواع أي الطهارة يتكلم فيها 20 باب من أبواب الطهارة يتكلم وذول ما بيسألك وقول لك كلام سمح واللون دار يتكلم عن الصلاة وقول لك تمام دار يتكلم عن بر الوالدين وقول لك 100% صلة الرحم ولك كويس تلقاهم متقاضعين ودار يتكلم عن ما بعرف إيه والعفو والمشاكل والناس تتسامح يا جماعة والدنيا زائلة وقول لك والله هبشتنا في جريح زاد مما تقول لهم دار يتكلم فيها الله واحد المؤذنة اللي بيقوله كل يوم الصبح أشهدوا أن لا إله إلى الله بيديك عكاز أول واحد قل لك هذول كلامكم ده معروف ويتهزانك ده معروف بتقوله لهم كل يوم ليه لا يقول لك ما دي الشريعة كذي وما خلال دي الشريعة ذاته وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين يا أخي يقول لك حيرتونا والله حدكم بس المركوب بس فيه إضنائكم بس يديك بي مركوب في عضانك يفكك لا تسوي شنو ولذلك يا جماعة ده الموضوع ده ده ركزوا على الرسل ده فيه وعلاج مشاكل الدنيا والآخرة هس ما مشاكل الأخلاق دي والناس شكوا يقول لك البنات بيقى نلبسن كيف والأولاد كيف وكذا ده مربوط بالعقيدة عنده علاقة بيو قدر ما تقوى العقيدة اللبس ذاته بالصلح عقيدة قدر ما تكون هشة اللبس ياهو بتلخبت قال تعالى ولا تبرجنا تبرج شنو الجاهلية الأولى زمان لمن كان في جاهلية كان في تبرج جالي اسلام لبسه كويس تاني ذاته يرجعوا لي جاهلية الناس من الناس ذاته يرجعوا لي جاهلية بيرجعوا تاني للبس الشين ذاته كذي أي مشاكل حلا شفت في العقيدة دي والله تقرأ القرآن ده من أول ولي آخر هس في الموت يت محتاج لشنو كذي لما نجيك المودة وملائكة نزلوا وأجنحة وأول مرة تشوفهم ونفسك تكتم ومرة تشوف الغرفة مرة ما تشوف مرة أولادك تشوفهم قدامك مرة تتشش ما تشوفهم مرة تبقى لك وازعة القدامك مرة ضيقة مرة أهات ضايقتها البنفعك شنو في اللحظات دي حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله وينون الكتب تنادون في الشدائد قالوا ضلوا عنا راحوا كلهم بنفعك بعذين لا إله إلى الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه يا حدا بتخش القبر هل بنفعك فيه شنو أول سؤال في القبر شنو من ربك ده أول سؤال لا بيسألوك قبيلتك شنو لا كنت ساكن وين لا عندك رغم وطني ولا ما عندك لا إتبق فطرت ولا ما فطرت ده كل هذا الحد هنا الدنيا دي أول سؤال جوا في القبر من ربك ده موضوع شنو ده العقيدة زادت توحيد بتجي يوم القيامة وقفت قدام الله سبحانه وتعالى انت قال بيسألوك من شنو قال أبو العالي رحمه الله سؤالاني يسأل عنهما الخلق يوم القيامة ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين يسألوك تلاقي الله بتوحيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وفي صيح الجامع من رواية أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ابن آدم يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة ما أخير تعارف في صيح البخاري عن نبي ذر الغفار رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ذات مرة يعني وفي ليلة من الليالي قال إلى الحر 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 بر المدينة بر المنطقة يعني البلد منطقة فيه جبال وفيه حصى سوداء حص حاصى سود وظلوما قال لك ليل حديث في البخاري أصله في البخاري قال فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إن المكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بي هكذا وهكذا وهكذا يعني بالصدق وفطلع الزكوك ثم قال يا أبا ذر ما أحب أن لي مثل هذا الجبل يعني ذهبا إلا أن أقول بي هكذا وهكذا وهكذا بعد ذلك قال له يا أبا ذر مكانك يعني إلزم هذا المكان المكان ده ما تتحرك منه قال ثم ذهب حتى توارى جسده صلى الله عليه وسلم ما شك قدامه قال لما خشى الظلم هناك وبيقى مختفي قال له المحل ده يعني ما تتجاوز بس أقفهم قال فسمعت أجنحة صوت أجنحة صوت مخيف أجنحة كثيرة قال فخشيت عليه أو فخفت عليه فأردت أن أذهب إلى مكان الصوت فتذكرت قوله مكانك قال انتظرت قال جراجع لما انجراجعا فلما أتى قلت يا رسول الله ما هذا الصوت خفت عليك قال أو خشيت عليك قال أو قد سمعته قلت بلى سمعته قال هذا جبريل لا أجنحة سمعت هذه ده أجنحة جبريل ده صوت نزل على يسي هذا جبريل قال لي أو أتاني فقال لي من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ذول مات ما عنده شرك دبقش الجنة قلت يا رسول الله وإن زنا وإن سرق حتى لو عنده معاصي وقع فيه قال وانزنا وإن سرق قلت يا رسول الله وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق قلت يا رسول الله وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق في رواية رغم أن في أبي ذر فهد لو لقيت الله من غير شرك وعقيتك على التوحيد والله الله برحمك وحاديثه البخاري مسلم عن عدبار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يفتغي بذلك وجه الله زول إخلاص زول عقيد تمام زول في الشداهد والكرب أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون الشداهد والكرب بيلجأ لي الله سبحانه وتعالى أنا مرة أمريس الطير سنة جاي من الهلالية وماشي رفاع دي لها لي دي لها لي بعدين جينا في بوكسي زمان في البكاسي بسموها برينسة ديول بعدين جايين تعرف العربية جات في المشروع جنب الجنيد ميلت كذي قربت تنقلب في مرة عجوز بيجاي قالت يا المكاشفي وبيجاي في شاب قالي يا الميرين قلت لهن كذي عمسكو إتو أسناداتو اتنين دا في جورة لساتك القدام ودا الورب تقلبوها ججد شغلها دي كيف يعني إتا أسناداتو اتنين وطبعا دا فارق الدنيا وداك فارق الدنيا داك فارق الدنيا جا خليفته اسمه البدوي ودا فارق الدنيا وليتني أماتو ولو حي بعيد ولا ميت فإنها ما بيلحق يا جماعة بيلحق ما بيلحق إن تدعوهم لا يسمعوا دعاهم والله قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك قالت ليت من الجماعة ولا شنو وأنا صغير قلت لا قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم لمن عباس رضي الله عنهما يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك عليك اللازو سمع الكلمة دي قال لي الرسول عليه صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك تايب عليك لك مون ولا حجاب الله ما يعلق قال ليو إذا سألت فاسأل الله قال ليو احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك الموت قدام القبر القيامة تجده تجاهك الكرب إذا سألت فاسأل الله ما قال لي من عباس كان جات الشداية تقول يا رسول الله أنا قاعد و أنا جاهز لا لا ولا أعلقوا لي أبا بكر لأولي قاعدين عمر و عثمان لا 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 أعلقوا بي الله دي الأنبيات و شغولوا كذب أعلقوا الناس بي الله ما بينفسهم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعين بالله و أعلم أن الأمة و أعلم أن الأمة و أعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك فيه يقين أكثر من ذا و إن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف الأقلام التي ترفعت والصحف جفت بما فيها خلاص تاني ما في تغيير للكلام هو أوضح من الوضوح إذا صح التعبير فذا جماعة طريق الإصلاح تصحيح المعتقد بعد ذاك جماعة في نقطتين نختم بين الزول يغرس في الناس جماعة وفي الأطفال تذكر الآخرة الناس جماعة الآن إلا من رحم الله بيقوا في غفلة اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم عمارات تلقى عمارات مشيدة وجوة ما تلقى فيها عن قريب يشيلوا فيه والميت أي شي تلقى فيها إلا جهاز الآخرة ما فيها الجهاز بتاع الآخرة من هنا بس البوا الدبي والقبر كفة هناك ما فيه غفلة شديدة والزول تلقاه فيه معاصي وتلقاه فيه زنوب تلقى فيه غفلة عن الموت وعن الآخرة ما خادت إنه يمكن يموت في أي لحظة النبي عليه الصلاة والسلام قال في صيح البخاري كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر راوي الحديث رضي الله عنه يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح فلا تنتظر الصباح حسي مجد المساء ما تنتظر الصباح ممكن تموت في باقي الليلة وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك وحديث في مستدرك الإمام الحاكم حسن الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك قبل المرض وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك تغتنم المودة لما نيجي والله تندم علي دقيقة والله إلا يشاء ربي شيئا لأن الله سبحانه وتعالى قال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون دار ارجع لي شنو يعني ما قالنا ارجعوني عشان ابني ولا عشان اجيه الجنيات والأولاد ولا عشان اركب العربية الفلانية ولا عشان دار عندي تجارة ولا كذا لعلي اعمل صالحا فيما تركت حديث في صيح الجامع في صيح الجامع للألبان رحمه الله مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر رجل قبر حديثا زلد فانو جديد مر بقبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون في صحيفة هذا احب اليه من بقية دنياكم زول استئد يا جماعة صلى في جماعة خمس سوكات استغفر يسبح سوي له نفسه ويرد من القرآن ما في يوم اللي يقرأ قرآن شفتا وبعدين يحافظ على الاذكار يبر الوالدين عنده مشاكل مع زول يصالحه طوالي يا خعفه اصفح يتجاوز يا عمر بن خطابه ووكر الصديق حصل بيناتون شي في صيحة البخاري بيناتون شي كلام يعني كلام لما انزعله ووكر الصديق طوالي مشاكل يا عمر قال له اعف عني عمر بن خطابة عرض عنه ومشى بيته ووكر الصديق خاف ونبخافه من الله سبحانه وتعالى مشاكل النبي عليه الصلاة والسلام ورافع ثوبه من قرب رقبة تظهر الرسول عليه الصلاة والسلام اول ما شاف ابا بكر الصديق قال ان صاحبكم قد غامر الليلة شغلت دي يعني في حاجة بعدين اول ما جاء ووكر الصديق قال النبي عليه الصلاة والسلام كان بيني وبين عمر شيء فذهبت اليه ليعفو عني فابا الرسول عليه الصلاة والسلام قال له يغفر الله لك يا ابا بكر ومن الخطاب مش لي خلاس بعدش نقول الغضب زحى مش يفتش لابا بكر الصديق مش بيته قال له اين هو قالوا خرج لعله ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فوالج للرسول عليه الصلاة والسلام فوجد ابا بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام من شدة الغضب وفي وشه ظاهر او وكر الصديق طوالي قال في البخاري قال فجثى على ركبتيه قال لاز بيقى ما في المشكلة بيقى في في انو خايف الرسول صلى سلم يغضب علي عمر قال فجثى على ركبتيه وقال يا رسول الله انا اخطأت زلانا الغلط عليهم فقال عمر بل انا الذي اخطأت فقال بل انا شو الناس دل نفوسهم كيف فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر بعثني الله اليكم فكذبتموني وصدقني ابو بكر زمان قبل تتسلم وواساني بنفسي ومالي ابو بكر ألا فخلوا عني صاحبي ابو بكر ما تسألوه قال قال فوالله ما سأله احد احد بعد يعني ما ما كانوا بيغلطوا عليه فشو الشاهد من القصة دي او وكر الصديق قال لك لما انجثى عليه ركبته خاف علي عمر رضي الله عنه الزول اجماعة يعفو والزول يصفح والدنيا دي عليه زوال وبعدين يا اخي الله سبحانه وتعالى قال ادفع بالتي هي احسن وقال فمن عفى واصلح فاجره على الله والنبي عليه الصلاة والسلام في البخاري المسلم من رواة ابن عمر قال اذا كان يوم الاثنين والخميس تعرض الاعمال على الله تعالى او ترفع فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا المتخاصمين يقول انظروا هذين حتى يصطلحا اخروا ديليان ولذلك يا جماعة المسائل دي كلها اللي يجيب تذكر الاخرة تغرس في الاولاد حب الاخرة والخوف من عذاب الله تعالى مش اشفع من صغار يا اخي يعلمون علي حاجات عجيبة ذاته يخافوا من الكتاحة وكذبوا فيها محمد معانا ما تغشانا وعلموا شف حاجات وكذب ساي محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء السودان بيكذبوا ساي بيقولوا معانا هذه كذب ساي كذبوا على الرسول عليه الصلاة والسلام والهوى ذلك التاحة دي اللي بتصرف في الهوى ذا منه جماعة الله سبحانه وتعالى قول بيرسل الرياح تلجأ الى الله سبحانه وتعالى من صغار ياخذ سفنجل لو مقلوبة يقول لك صليحة بتقليبة علينا سفنجل وكان المصنع بتاع سفنجل تنقلب ما بيقلب عليك خلص سفنجل أي شي بلاوزوا منه وخوفوا تشفع بعاتي وشنو وينه بعاتي وده ساكن وين ذاته وكلها هو الساي من صغار عودوا يخاف من الله سبحانه وتعالى ولا يخاف منك انت لانو يتا ممكن تموت اها الشافع ده بعد تموت يعمل شو وممكن يسافر منك يمشي للجامعات معانا لو قبل رابطه بيك قدامك يكون محترم لما نمش منك بيفسد لكن لو عودت يخاف من الله محل ما يمش بيذكر منه ذكر الله سبحانه وتعالى آخر نقطة جماعة الإصلاح من سبيل الإصلاح إصلاح النساء لانو كثير من الشباب انحرفوا بسبب الجانب دا جماعة وابنو كثير لما اتكلم عن الآية زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخر الآية قال قبل ما يذكري قال بدب النساء قال لانو الفتن بهن أعظم زل النساء عنده بنات في البيت يربين على الطاعة والخوف من الله والعقيدة الصحيحة والصلاة والأدب والحياء الخجل المرأة ما عندها خجل لو بيقى تجمى المرأة الراجل ما عنده لاشي فجاءته إحداه ما تمشي على استحياء موسى عليه السلام سقلين وبعدين قبل شاف هناك شاف البهايم وجنبي النساء ولما ورد ما أمدينا وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد من دونه ممرأتين تذودان لقى اتنين هنا بعيدات بيبهايم ما عندبات ما بزحم الرجال قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء نحن هنا جنزحم الرجال شو البنات ديل ما عندبات كيف هس يا الله تجي في المواصلات تعمل لك كذي ترميك هناك وتخوش في ذاته مقعد النس ولا ممكن مقعد تسواك ذاته تيدع وتسوك ذاته بيقى ذاته الشغل خطر والله وتلقى لسانة مترين تدقى لبعب لسانة ذاته تنشين تاني تشرب صبار بتاعت جبن ما تحلك قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء ويتلين سوان بترعان وأبونا شيخ كبير وكان ما كبير كان جهو فسقى لهما شوفوا الأدب دا عليك الله في الناس دي الكيف فسقى لهما ثم تولى إلى الظل وذاته موسى عليه السلام منتهى الأدب بعد سقى ما يقال لونه قوة دي كيف وشغل دا كيف والسجد دا كيف وعلى قالتاني كان دارين شي بس أرجع إليه وأعمل إليه لأنه دا ما أدب دا نبي ما بتع كلامات ولا بتع تولى إلى الظل وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير مشان البيت وحكا الحصل الأب كبير وفاهم عرف إنه البنات دا لأعجبا بشنو لحد ما واحد قاتله في هناك في وسط القصة يا أبا تستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين وعجبا بالأدب والحياة والخجل العموس عليه السلام والقوة أو بالأدب والحياة مش الخجل والقوة والأمانة والصدق والرجولة قال فجاءته اتنين ولا واحد إحداهما ما اثنتان إحداهما تمشي على استحياء قالوا لي يقبل مرقان اتنين وأسي جات واحد قالوا لأنه البنات دا ما بريدنا المرقة يعني بالدارجي كذي ما بريدنا المرقة والرعي صعب عليه واحده لأنها مرأ اضطرت التانية تمرق معاه لكن كونه توريه تعال للبيت لأبوي دي واحده بتقضي التانية قعدت في البيت يعني ذاته بنات عجيبات وجات ذاته ما جاء في نص الشارع وما شاء وكذي وهنا فجاءته إحداهما تمشي على استحياء الحياة والخجل ولو مرع وراء وكبيرة في السن والله عندها خجل ات تحترمه والله وده شفناه في الغرى نحن كتير من الغرى شفنا الكلام مرأة تلقاه عمره سبعين سنة تلقاه جنب الحيطة ما شاء في الحيطة والله ولد تلقاه عمره ست طاير وسبع طاير سنة اجي في الشارع تلقاه تتبلم وما شاء كيف وخجلانة مو زي السدي شغلاء عجيبة نسأ الله العافية الله من رحمه الله وته قال فجاءته يحداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي والبتل من تقول الرجل ان ابي مع نادم ابتعت لخبت ان ابي هناك الابو الرجال يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا وما جمعا بتوانس معا قدامه في بعض التفاسير قدامه وهي وراه وما خلاته مش قدامه هي وراه وما عارف البيت باوين وهي قدامه بتايدعله في الحجر يعني لو دا يمين ما بتقول له يمين وشمال بتايدعله الحجر كذي بيجاي يعني بلف بتقول الناس دل يعني الدرجة من الاذب عجيبة وجاء قاعد ويتكلم معا والابو والابو الراشد فيهم بيتو وفيهم انه دازول صادق ودازول عمين دو ما زول بيفوتوه يختاروا لي بيتو ولذلك يا جماعة اذا كلنا نحن ذكرناه الحياة في المر الخجل والمر تلبس زي الشرعي مش تكون لابسة نص الساق واليدين كيف والشعر مجدع وبلاوي الله سبحانه وتعالى قال وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ وَالْأَحْزَابَ وَالْطَوَايفَ نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى ويأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى في ختام هذه الكلمة المختصرة ان شاء الله وتعالى وكرر يعني الشكر لأهل هذه البلدة الطيبة ان شاء الله وتعالى ولأهل الدار وأسأل الله يبارك لهم في دارهم وفي أبنائهم وفي أموالهم نربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير رزاكم الله خيرا جميعا على حسن استماع وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد